مقدمة كتاب التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام للشيخ محمد الغزالي بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة هذا بحث استكرهني أعداء الإسلام على خوضه وهم لم يحسنوا إلى أنفسهم إذ فتحوا هذا الباب كما ظنوا ولا أساء إلى الإسلام كما أحب فالمسألة لا تعد أن أحمق غرته الأمان فجاء يناوش القلاع الشم فأصابته قذيفة أودت به ودمرت عليه مكمنة وبقيت القمم كما هي ترد الطرف وعاد المغورون إلى أوكارهم الهشة فإذا بها مسوات بالرغام لقد كنا سكوتا عن طمأنينة مسالمين عن قوة نخدم ديننا وأمتنا في بعد عن الجدل وإيثار للمواد حتى جاء من يحاول بغباوته استفزازنا وبما بالهجوم على الإسلام ونبيه وصحابته وتاريخه منذ ظهر إلى اليوم ولما؟ لأنه يلمح في الأفق بوادر تجمع حول الإسلام وإيقاظ لدولته وإحياء لأمته فهو يحول دون هذا كله بغية إنقاذ العالم من مغبة عودة الإسلام إلى ميدان الحكم والتشريع والسياسة وما العالم الذي يرى إنقاذه من الإسلام؟ ألعله يريد إنقاذ الأمريكان وأحلافهم والروس وأشيعهم؟ إن الإسلام ليس خطراً على أمة بعينها أو جنس بذاته إنما هو خطر داهم على الإذلال والتعصب والختل وما يخاف شعب شريف الغاية من عودته ولا جنس نقي نية من دولته وإننا لنجزم بأن كل عائق يوضع في طريق هذا الدين الكريم إنما هو لحساب القوى الغاشمة والسلطات العافنة مدنية كانت أو كهانوتية ليس لي في هذا الكتاب أكثر من سوق الحقائق مجرد عن أهواء المغرضين وأكاذيب المدلسين وهو جهد وإن كان يسيراً إلا أن الناس فقراء إليه فإن لبس الحق بالباطل عمل برع فيه كثيرون وضل به الأكثرون ولذلك يقول الله لأحبار اليهود ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون ولا يحسبن القارئ أني في هذا الكتاب ضخمت شبهاً ثم هدمتها أو عنيت بحملات تافهة ثم رددتها لا لقد أبصرت طلائع هجوم منظم على الإسلام وكيد متين لأمته فأحببت أن أسحق الطلعة الجريئة حتى أشرد من خلفها وأعلمها أن لا تهيج مرة أخرى أسباب المناية عليها وإلا فهي التي بحثت عن حتفها بظلفها وأذكر أن الرجل الذي كلفني بكتابة هذا البحث قد طلب إلي أن ألتزم حسن العرض وأن أكتفي بتنحية القذى عن طريق الإسلام دون غضب أو تحد وقد بذلت الجهد في إجابة نصحه وإن كنت شعرت أحياناً بسورات الغيظ تملكني وتجريفني إذ أجد حقاً يغطي الهوى وجهه المبين وعسفاً يراد فرضه على الصراط المستقيم وما كان الإسلام ينتظر ممن أحسن إليهم في أرضه أن يتربصوا به ويعينوا عليه أو يتلمسوا لأهله الأبرياء شتى العيوب وعلى أي حال فقد رأينا في تحامل المغرضين على الإسلام فرصة مواتية لتجلية دعوته وشرح تاريخه وتفنيد المفتريات الموجهة إلي ومثل هذه الدراسة تلذ للنقاد المجردين فقد سئل عالم ما سعادتك قال في حجة تتبختر افتضاحاً وشبهة تتضاءل افتضاحاً لقد كتبت هذا البحث وأنا مسلم أحترم ديني وأتمسك به ولم يكن اعتناق للإسلام حجاباً عن تلمس الحقيقة في مظنها والتقاطها حيث وجدتها ولست أعرف ما يكون وقعه عند أصحاب الأديان الأخرى ولكني أعلن أني أتلقى بقبول حسن كل نقد علمي يعتمد على الحق وحده كما أعلن أني وكثير من إخوان المسلمين ما اعتدينا بل رددنا العدوان وما تحدثنا حتى حملنا غيرنا على الكلام وربما كانت الحقائق مرة في بعض الحلوق ولكن ما حيلتنا وقد أراد نفر من الناس تشويه وجوه الأطهار فكشفت الأقدار عما يصبغ وجوههم من غبار إن الأحقاد الطائفية والحروب الدينية غريبة على أرض الإسلام فقد ألف هذا الدين منذ بدأ أن يعاشر غيره على المياسرة واللطف وأن يرعى حسن الجوار فيما يشرع من قوانين ويضع من تقاليد وهو في ميدان الحياة العامة حريص على احترام شخصية المخالف له ومن ثم لم يفرض عليه حكمه أو يقهره على الخضوع لشرائعه بل ترك أهل الأديان وما يدينون خذ مثلا الخمر والخنزير إنهما بالنسبة للمسلم لا يعدان مالا له قيمة بل الحكم بحرمتهما ورجسهما معروف ومع ذلك فالمذاهب ترى أنها بالنسبة إلى النصارى مال متقوم يصح تملكه وتمليكه ومن ثم تعترف بالتعامل فيهما وانظر إلى ما يقوله أئمة الفقه الإسلامي في كتابي البدائع والمغني إذ يقولون إن أنكحة غير المسلمين لها أحكام الصحة لما؟ لأن قد أمرنا بتركهم وما يدينون ويبلغ من احترام الحرية الدينية عند المسلمين أن يقبلوا زواج المجوسي من ابنته ما دامت شريعته تبيح له ذلك وفي المغني مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتا ثم مات عنها فلهما الثلثان إن الإسلام لم يقم بتة على الطهاد مخالفيه أو مصادرة حقوقهم أو تحويلهم بالكره عن عقائدهم أو المساس الجائر لأموالهم وأعراضهم ودمائهم وتاريخ الإسلام في هذا المجال أنصع تاريخ على وجه الأرض وليت التواريخ الأخرى تقترب من ليونته وسماحته أقول تقترب منه ولا أقول تشابهه لأن الواقع المقبض فيما حفظته الدنيا من حروب التعصب وغارات الإبادة والتجني يجعلنا لا نشطح مع التمني ولا نسرح مع الخيال وفي الحروب الدينية التي عرفها التاريخ الأوروبي دلالات يخزى لها أولو الضمائر والغريب أن نثر من المستشرقين والمبشرين تعامى عمدا عن هذه الحقائق وأراد أن يتعامى عن تاريخه القائم لا بل أراد أن يلصق بالإسلام مفتريات لا عهد له بها في تاريخه القديم والحديث فقام يتهم الإسلام بأنه أساء إلى مخالفي وأنه صنع بهم كذا وكذا وكأنه يريد بذلك إلى جانب إهانة الإسلام خلخلت ثقة أهل الكتاب في الكثرة المسلمة التي تعيش معها في سلام منذ أجيال ونحن على يقين من أمرين أولهما أن حبل الباطل قصير وأن تعاليم الإسلام لن تتأثر أبدا بمحاولات الكذب والاختلاق وسيبقى مسلك هذا الدين مثلا أعلى لأرواع ضروب الاعتدال والتسامح مهما اجتهد المرجفون ونفثوا في أفوقه الدخان وآخرهما أن عملاء الاستعمار لن يتحقق لهم أمل في استغلال الأقليات الدينية وربط عواطفها بالغرب الصليبي وإن بدى لهم أن ذلك ميسور الإدراك وقد تيقظ العقلاء لهذه الخيانات وتجمعوا مسلمين ونصارى ضد العدو المغير ورأوا أن لا بد من رده على أعقابه وتطهير البلاد ممن يلوذون به ويعتمدون عليه ولعلنا في كتابنا هذا نكون قد أنصفنا الحق وكشفنا الغطاء عن أمور ذات بال ما ينبغي أن تغيب عن الأذهان نحن في هذا الكتاب نرد على حشد كبير من الادعاءات التي صنعها الدس الاستعماري الفرنسي وحاول فيها إثارة اللغط حول سياسة الإسلام ضد مخالفي وقد استرسلنا في الحديث كي نهتك السطر عن وجوه الكذبة وندعهم عبرة للمعتبرين محمد الغزالي بي بارس أكثر من مكتبة